كابتن جوهري طبعا كابتن جوهري حاجة عظيمة طب هل احنا مصر المدربين المصريين نستفادوا من مدربين الاجانب انا عن نفسي ما بفوتش الفرصة دي فوتش الفرصة هل في مدربين بتاسعة تاني انها تعمل الكلام ده اتمنى ان كل واحد يشتغل مع مدرب اجنبي اكيد المدرب الاجنبي ده عنده حاجة كويسة يعنده حاجات يبقى ده مدرب متفور او مدرب متوسط وعنده حاجتين خد الحاجتين هتستفاد فاكيد المدرب الاجنبي عنده حاجات لازم اي مدرب مصري يشتغل معاه لازم يستفاد كويس يعني اشتغلت مع كروش انا عارف انها ما ده هنخش بقى على تدريب المتخبات او ست شهور بس اتعلمت منه حاجات بمقام شغل عشر سنين يا سلام رغم ان اشتغلت مع ابراد لي كمان قبليه واشتغلت مع ابراد لي سنتين وشوي سنتين مدرب كبير ومدرب هايل لكن طبعا كانت ظروف البلد ساعتها الثورة والحاجات دي كلها فكنا بنعاني بشكل كبير جدا طب انت لما اشتغلت في المتخبات بداد في الناشئين اشتغلت كم سنة ومع الفرق ايه في الناشئين هي فرقة الشباب دي خدتها وهي ناشئين كابتن جوري كمدير فني الاتحاد ساعتها ايوه وقال لي السن ده فيه تغيرات في السلولوجية كتير والسن ده هيلعب كمان سنتين ونص فاحنا ناخدهم بدري ناشئين لان طول ما انت بتعد كماسك مدير فن الاتحاد اه السنة اللي قعدها دي طول ما انت بتعمل اعداد ليهم هتلاقي اللعيبة بعد شهر تغير بعد اللعيب كبير السلطة كهين مع كابتن جوري لا بس دي وانا لاعب دي كانت خطي اللبس يا كابتن دي بقى وانا في التدريب وانا ماسك الفرقة كان هو بقى بيشوف البرنامج بتاعي فبيعدلي عليه كان على طول اه طبعا طبعا على طول كان بيعدللي عليه وبيقول لي تعمل دي انا فاكر لما جبت حجازي في اول معسكر كان وزنه زيت شوية فقال لي يا ضي اه اقولت له ده هيبقى احسن سلطة باك موجود في مصر يا كابتن ده ولد لعيب جدا كرته كويس كان بيلعب فين في الاسماعيلي في الاسماعيلي اول ما اه فكان فيه ساعتها منتخب الشباب اه اه كان هيلعب كاس عالم في مصر اه اللي هو كان مسكو اه اميروسلاف مش عارف اسمه ايه اميروسلاف ايه الراجل الاجنبي ده اللي كان شغال مع ربيع سين وبعد كده جيه هنرمزي كان بعد ست شهور كاس العالم في مصر قلتله حجازة قال لي لو لعب هجيبلك ايديه كبير لان المركز ده ناقص عندنا قلتله لا هيلعب ان شاء الله وانت كنت عارف المركز ده ناقص وانت جيبتي حجازة شان يلعب في الاتريق؟ لا لا انا كنت لسه بكون التيم بتاعي ناشئين لكن منتخب الشباب كان قريدي جاهز بس كان برضو كابتن جاب سعد سمير وكان في نواقص ايه ايه فقلتله قال لي طب ما نشوف قابليها تلعت قبل كاس العالم بشهر ونص خدت الفرقة وروحت الامارات عدتهم بقى عملت لعبت دورة هناك وخويسة والكابتن جاهري بعدتله السيديهات قال لي صح فما رجعنا قلتله شوف حجازة خد حجازي انا فاكر اداني ساعة قريمة جدا مع انك ساعة لا درا ما ابقى لبسهاش طب هاتها فعايز اقول لك لان حجازي ساعدني حجازي كان عنده في نور عقلية محترفة بنيش فيه ويرجع بسرعة لا ان شاء الله يرجع بسرعة طيب فعايز اقول لك انه الشغل اللي كان عاملو كابتن جهري كان عامل منتخب أي لعب مصابقة وراه منتخب عشان ده يخلص ده يخش ده يخلص ده يخش هو المفروض كده لكن احنا دلوقتي ما عندناش منتخبات وما عندناش مدير فان الاتحاد لا ما عندناش منتخبات واحنا ما عامل يخطط للكلام ده مشكلة الاتحاد إنه منفضل لهم سنة وشهرين نحنا كل ده إحنا بقنا سنين بقول لكلام ده طبعا مفروض لانه كمان انت اقولك على حاجة انه انت عارف مدير فني لأي اتحاد اللي بيدفع مرتبه الفيفا الفيفا طبعا مش الاتحاد طبعا طب لو مفيش مدير فني هما برضو ضغطوا من الفيفا لا ما يخدوش ما يخدوش التايتل بيبقى موجود حتى بيستخسروا بيروح على الجوابات و بيروح على الاميلات و بيروح على الحاجات محمود ساعد كان مسؤول كان عامل شغل هايل كابتل محمود ساعد و بقى بده هيبقى اتصاله بالاتحاد الدولي ده الاتحاد الدولي بيعدي الناس ده عشان بيحتاجها بعد كده ايوه ايوه مدير الفني ده و ده منصب مهم و عشان كده لما هو بقى لقوح هيمشي مع الاتحاد الدولي و بقى فيه لينك بينه وبينهم ويبعث ويبعثوله والكلام ده قالك ندريه برا لا يا سهلة سهلة الاتحاد يعين يعني انا قريت ان هما قالك القائم بالعمال الدكتور جمال محمد علي وهو ماسك ايه هو ماسك ايه دلوقتي محمد علي هو كان ماسك بيقولك مدير المنتخبات و احنا ما عندناش منتخبات ما انا بقولك هم وقفين بيوقفوا بيوقفوا حال الناس يا كابتن احنا كنا اتنين في الاتحاد الاماراتي مدير فني المنتخبات انا و مدير فني كان تونسي كان شغال على موضوع المدربين والرخص و يعني قسم شغال فنيات تتكرم احنا ناس متقدمة في الفكر و في كل حاجة ان احنا عندنا محلك سر الناس ما تنكرش فده تسهيل يعني يعني لو عايز الدكتور جمال يبقى مدير فني الاتحاد ماشي كالليه ويشتغل برامج الفنية و ومسابقات الناشئين والحاجات وتجيب حد تقول هو مشغول دلوقتي مع رخص المدربين يا سيدي هات حد تاني مع رخص المدربين ده شغل اقداري يا ضية هو فيه اتحاد في الدنيا مهما حصل واسمه وكلام ده فيه عضو مجلس ضرب ومشرف على فرقة هو فيه ايه يا جماعة بالزبط بالزبط ده تفلف هي تتعمل كان في الامارات عدنان الطالياني صاحبك اه طبعا كان كنا بنجيب في سيرتك عدو كان هو ماسك لجنة فنية لمنتخبات كايبين عدنان الطالياني وعبدالله سلطان كانوا انجرايت في الجيل بتاعك برضو ايه اربع لعيبة كبار جدا اسامي كانوا هم لجنة المنتخبات هم دول اللي مع المنتخبات الفنية اربع مش واحد بس المسؤول عن اللي اربع لجنة المنتخبات مش عداء مجلس ادارة كمان وبره بره من بره لا بقولك احنا التفكير عندنا خارج داخل الصندوق وهنفضل كده وبش هنتقبل احنا محتاجين ثورة زي ما بيقولك ايه المثل اللي بيقولك ايه هد قد بقى حمامك القديم لازم تتهدد الرياضة كلها الرياضة بالمنظر ده اللي احنا شايفينه وجمليات ومقامات وبيش عارف ايه و ايه و ايه لا اصعب لا اصعب حاجة بعد موجود لوائح وان وجدت لا تطبق يا كابتن دي وان طبقت لا تطبق على الجميع يا سيدي يا سيدي هو فيه بطولة بتبدأ بلايحة وتنتهي بلايحة تانية على الخناقة شغالة دلوقتي انت عملته نتاية كويسة جدا مع باب برادلي ووصلته لمرحلة كويسة ايه ولكن جيته في الماتش الاخراني هو نظام البطولة كانت بتاع غانة ده نظام البطولة انت طلع اول مجموعتك كذبان الست ماتشوات اه فتخش بقى عشان تصنيفه مش تصنيفه وقعت في غانة اه بس برضو مهما كان ظروف ماتش غانة كانت مختلفة تماما ما تخسرش ستة ايه انا بقولك مهدين اللي احنا استغربت اه يعني انت هناك عملت الماتشوات كان جام كام هناك في غانة ستة واحد ستة واحد وفي قاهرة اتنين واحد اتنين واحد لينا اه اتنين واحد لينا ممكن ديتلعب كل طرق اللي عليك الدفاعية وكان عم معك العيبة ترجمة نانسي قنقر